إذن الاقتحامات هي ليست بجديدة ولكن هي تتكرر وتصبح كثيفة في الأعياد اليهودية فما ارتباط هذه الاقتحامات بالأعياد؟ نعم المستوطنين منذ فترة طويلة ومنذ سنوات يحاولون الاقتحام الأقصى وفي البداية كانت الاقتحامات تتم كاقتحامات للزيارة فقط لكن الآن هناك تمادي واضح جدا بهدف السيطرة على المسجد الأقصى وتحديدا في فترة الأعياد تتكثف هذه الزيارات وتتكثف أيضا الإجراءات التي تقوم بها المستوطنون وأيضا الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بحمايتهم كما حدث بالأمس عندما منعوا تماما المصلين الفلسطينيين من التواجد داخل المسجد الأقصى وكان هناك اقتحام بأعداد كبيرة جدا أما فيما يتعلق في موضوع التقسيم الزماني والمكاني ونحن قد حذرنا من ذلك منذ فترة طويلة التقسيم الزماني حصل الآن منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الحادي عشر هو مخصص للمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى يوميا بالأيام العادية يكون هناك أعداد قليلة من المستوطنين تقتحم ولكن في فترة الأعياد دون أدنى شك تكون هناك أعداد كبيرة جدا وأعداد تحاول السيطرة حقيقة على موضوع الفترة الزمانية هذه أما بالنسبة للتقسيم المكاني فهم يحاولون منذ فترة السيطرة على باب الرحمة ويحاولون قدر الإمكان دائما وأبدا كان مغلقا وقد افتتح من قبل المصنين الفلسطينيين والأوقاف وهم يريدون إغلاقه مرة أخرى والسيطرة عليه ومعظم صلواتهم تتم في هذه المنطقة باب الرحمة ويحاولون أن يقتطعوا هذا الجزء من المسجد الأقصى ونحذر مرة أخرى كما حذرنا سابقا أن هذا سيكون إذا لم يكن هناك ردود فعل قوية جدا سواء كان من الفلسطينيين تمحت لي دكتور هذا الأمر ملحوظ جدا وإذا ما لاحظنا أيضا إضافة إلى ذلك أن شرطة الاحتلال أو سلطات الاحتلال هي تفسح المجال يعني هي لا تضيق الخناق على هذا بل بالعكس هي تفسح المجال لهم لاقتحامات وبأعداد مهولة وكبيرة جدا وأيضا تقوم بحمايتهم يعني طبعا معظم الأحيان عندما يدخلون إلى المسجد الأقصى يكون هناك حماية ويكون هناك إجراءات كإجراءات مثلا إخراج المصلين الفلسطينيين والمرابطين وعدم السماح لأي فلسطيني بالدخول إلى المسجد الأقصى وأيضا الحماية المكثفة في العادة يكون هناك قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية وبكميات كبيرة جدا تحسبا لأي موقف وهم يحاولون قدر الإمكان حماية هذه المستوطنين لا سيما عدم وجود الفلسطينيين في الداخل أو عدد قليل جدا من الفلسطينيين وفي كثير من الأحيان تتم اعتقالات ويتم أيضا الارتداء على الفلسطينيين إذا ما تواجد البعض حتى دليل على ذلك قاموا بإخراج من كان يصلي في بحث المسجد الأقصى في الأمس بالحديث أيضا عن آخر المستجدات الأحداث هنا في الضفة الغربية كيف تقرأ ما قمت به قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال من اقتحامات واغتيالات نفذت في الأيام القليلة الماضية بحق المواطنين يعني الأحداث كما تحدث الآن في الفترة الأخيرة هناك تصاعد كبير جدا في إجراءات القوات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما بعد نفق الحرية وهروب الأبطال الستة من السجون الإسرائيلية هذا طبعا يعني عمل ردة فعل كبيرة جدا لدى الجيش الاحتلال من جانب وفي الإعلام في المجتمع الإسرائيلي وكما كان هناك نوع من النشو عند الفلسطينيين إذا ما يحدث وبالتالي الإسرائيليين يحاولون إعادة الطمأنة للجمهور الإسرائيلي من جانب بأننا ما زلنا أقوياء وما زلنا نستطيع أن نقوم بما نقوم به هذه عمليات استعراضية أمام الجمهور الاحتلال ولكن هناك كان حديث وتحليلات عن أنها خطوات استباقية لموضوع إذا صفقة تبادل الأسرع يعني ليس هذا فقط خصوصا بعد احتجاز جثامين أيضا الشهداء يعني هم دائما وأبدين يحتجزون جثامين الشهداء والآن نحن نتحدث عن أكثر من 350 جثمان لشهيد فلسطيني محتجزين ما زالوا في الثلاجات الإسرائيلية وفي مقبرة الأرقام لكن في حقيقة الأمر أنه كمان أيضا الإسرائيليين يشعرون أن هناك تزايد وتصاعد في النوايا المقاومة الفلسطينية وهم يحاولون أن يقوموا بأعمال استباقية كي يوقفوا مثل هذا العمل وبنفس الوقت هناك رد فعل فلسطيني واضح جدا في الأون الأخيرة إذا وصلت الأمور إلى حد كبير من الغضب الفلسطيني تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات لذلك يتوقعون أن يكون هناك عمليات فدائية بطولية ضد جنود الاحتلال لذلك يحاولون القيام بعمليات استباقية وبنفس الوقت طبعا الجمهورهم أنهم ما زالوا مسيطرين على الموقف شكرا جزيلا لحضرتك على جل هذه التحليلات كنت معنا في هذه الفقرة ووصلنا إلى نهايتها الآن ونعود إلى الزملاء في الأستوديو ولكن قبل ذلك نقول أن الشهداء ليسوا أرقاما بل قصص وحكايات ورحم الله شهداءنا شهداء فلسطيني الأبرار والحرية القريبة والعاجلة لجميع أسرانا البواسل